نيمساء الخير لكم جميعا أنا باعتقادي أن إسرائيل تمعن في استخدام هذه الورقة وتمعن في تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة وتحاول كل دول العالم المساهمة في كسر هذا الحصار المفروض على غزة من خلال إلقاء المساعدات الغذائية عبر الضائرات هذا يؤكد بشكل أو بآخر أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع وأن إسرائيل بشكل مباشر ترفض تسهيل مهمة العالم باتجاه مزيد من المساعدات الغذائية والمساعدات الإغاثية للسكان المدنيين في قطاع غز بالشق الثاني من السؤال أنا أعتقد أن إسرائيل تحاول من خلال مثل هذا السلاح الضغط أكثر وأكثر في المفاوضات التي تجري في القاهرة أو التي لربما تقود بشكل أو بآخر إلى هدنة ووقف الحرب كل هذا تحاول إسرائيل استخدامه بشكل مركزي تحاول إسرائيل من خلاله تخفيض السقوف وبالتالي الوصول إلى أقصى مطالبها في هذه الصفقة في المقابل تحاول عدم منح الطرف الثاني الحد الأدنى من الشروط التي يمكن أن يقبل بها وبالتالي نذهب جميعا إلى هذه الهدنة التي لربما توقف الحرب دكتور خليل نتحدث أيضا عن المشاكل الصحية والإنسانية التي تواجه القطاع يعني اليوم أطفال غزة يموتون بسبب سوء التغذية والكل يتذكر الطفل يعني الكل شاهد منظر الطفل يزن الكفارنة اليوم المجاعة وصلت إلى مستويات قاتلة في قطاع غزة هناك اتهامات لحركة حماس واتهامات حتى دولية وعربية للولايات المتحدة الأمريكية بعدم الضغط بشكل جيد على إسرائيل لعلى الأقل دخول المساعدات الإنسانية يعني عزيزتي هذه الصورة التي وصلت للعالم هناك صور عديدة للمجاعة وصور عديدة للمأساة لربما لم تصل إلى العالم وبالتالي هذه الحرب هي اختبار لمدى إنسانية العالم واختبار لمدى جدية المنظومة الدولية في المساهمة نحو إغاثة القطاع غزة نحو إدخال الأغذي نحو إدخال العلاجات والأدوي وبالتالي الوضع المأساوي والكارثي بكل شك بكل تأكيد الولايات المتحدة تتحمل جزء من خلال عدم الضغط الحقيقي على إسرائيل وتحاول الولايات المتحدة تعويض ذلك من خلال إلقاء بعض المساعدات عبر طائرات في أجواء قطاع غزة هذه المساعدات التي يتم إلقائها في لحظة من اللحظات تحولت إلى حمام دم وشاهدنا المنزرة التي ارتكبت في هذا الموضوع بشكل عام أو بمختصر أكثر تركيزا أنا باعتقادي أن الحرب هي اختبار لإنسانية العالم اختبار لمدى جدية القوانين التي تنظم وتحكم المنظومة الدولية والحال الدولية في العالم لا زالت هذا الاختبار لا يصب في صالح الفلسطينيين لا زال هناك فشل حقيقي في إغاثة المدنيين والفلسطينيين في قطاع غزة من جانب آخر كيف يمكن أن نحمل الفلسطينيين المسؤولية عن منع إدخال المساعدات والذي يمنع ذلك هي الحواجز الإسرائيلي وإغلاق إسرائيل للمعابر وعدم تعاون إسرائيل مع أي جهة دولية سواء كانت دول أو حتى منظمات حقوق إنسان ومنظمات إغاثية كيف يمكن أن نحمل ذلك للفلسطينيين تحمل كل المسؤولية هي إسرائيل ورغبة إسرائيل في استمرار هذه الحرب وإستمرار هذه المقتلة بشكل كبير وحربها التي لا تتوقف على المدنيين في قطاع غزة حضرتك مختص بالشأن الإسرائيلي وأود أن أسألك ومعرفة رأيك أنه اليوم هل الجيش الإسرائيلي هو معني بأي تهدئة ربما تحدث هل اليوم هناك الجيش الإسرائيلي الكل يعلم أنه في حالة إنهاك هناك ضغط من ذوي المحتجزين لدى حركة حماس وهناك خلافات داخل الكبينة الإسرائيلي ومجلس الحرب الإسرائيلي خلافات ما بين نتنياه وبيني جانس كل هذا في الداخل الإسرائيلي إلى أي مدى قد يؤثر على هذه المفاوضات وربما السعي أو الإسراع في الحصول على هدنة أو صفقة معينة قبل شهر رمضان فيما يشهد أو فيما يتعلق بإسرائيل وبالعاليات الحكم والتنفيذ المستوى العسكري يخضع للمستوى السياسي في إسرائيل بمعنى أن المؤسسة العسكرية والأمني هي التي تقدم تقديرا للموقف هذا تقدير الموقف يمكن لصانع القرار السياسي أن يأخذ به ويمكن أن لا يأخذ به بمعنى أن حالة الحرب والتجنيد التي جرت والخلافات داخل المجتمع في إسرائيل أنا باعتقادي حتى الخلافات داخل الكبينة الخلافات هي مرتبطة بترتيب أولويات الحرب وليس بالعمل على وقف هذه الحرب لاحظ المواقف التي تأتي من هرم المؤسسة العسكرية من وزير الدفاع في إسرائيل هو يتبنى الوجهة النظر التي تقول أن مزيدا من القوة ومزيدا من الضغط يمكن أن يجلب الهدوء والاستقرار ويمكن أن يعيد المحتجزين إلى بيوتهم بالسلام عمليا هذا كلام خارج عن الحقيقة ما يجري ويتم إعادة هؤلاء ولكن يتم إعادتهم كجثث ليس كأشخاص على قيد الحياة من جانب آخر هناك أيديولوجيا تحرك هذه الحكومة هذه الأيديولوجيا هي أيديولوجيا يمينية متطرفة عندما تضم هذه الحكومة في جوانبها الائتلافية حزبا زي حزب الصهيوني الديني هذا الحزب المتطرف الكهاني الذي يحاول ويدفع نحو تفجير الصراع أكثر وأكثر ويحاول أن يهندس المشهد في الجغرافيا الواقع بين البحر والنهر من ناحية توراتية دينية عمليا الخلافات الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية داخل الشارع الإسرائيلي التي تطالب بالهدنة تطالب بإعادة المحتجزين لا زالت أقل مما يمكن أن تكون مؤثرة على صانع القرار السياسي في إسرائيل الأصوات أو الفعل الحقيقي في المجتمع الإسرائيلي يؤيد الحرب يؤيد استمرار هذه الحرب وهذا واضح في استطلاعات الرأي وبالتالي المستوى السياسي يحاول قدر الإمكان أن يذهب أكثر وأكثر باتجاه تلبية احتياجات الجمهور والتماشي مع أهداف الجمهور يدرك صانع القرار أن هذا الجمهور هو الذي سيصوت له لاحقا وسيبقيه في السلطة أو سيصوت إلى خصوم السياسيين ويغادر هذه السلطة وبالتالي هذا مشهد معقد مركب في إسرائيل وكما تحدثت لك المستوى العسكري هو يقدم توصيات مهنية بين قوسين يمكن للمؤسس السياسي أن تأخذ بها ويمكن أن لا تأخذ بها نعم أشكرك جزيلا أشكر لكل هذا التحليل من رام الله دكتور خليل أبو كرش باحث ومختص بشأن الإسرائيلي